اشتركوا في القناة كبتين من السكر ونصف لامونة وطبعا كبتين من المية ومعايا باكو من الفانيليا اهو سواء فانيليا سيلة او فانيليا كيس براحة اول حاجة طبعا هنجيب الحلة بتاعتنا وهنصب فيها كبتين السكر طبعا انا ما وردكمش كبتين المية لاني هعاير بنفسك كبتين بتوع السكر كبتين مية اهو وهبدأ بقى ارفعهم على النار لحد ما السكر بتاعي يضوب خالص خالص لو كنتوا ما عملتوش لايك يا ريت تطلعوا تعملوا لي لايك اهو عندي هنا بقى كباية ونصف من اللبن طب هعملهم كده لا انا بقى هحاول اللبن ده للبن رايب او زبادي اي حاجة فيها لبن رايب زبادي ممكن نحولها لبن رايب بالشكل ده ده لبن حليب انا حطيته على النار لحد ما عمل اشرة كده بدأت بقى احطره شوية من الخل زي ما انتوا شايفين كده و اهو وبعد كده زي بقى برضو على النار هبصة لقيه يقطع معي ويتحول معي لبن رايب ويروب اهو ده اللبن بتاعي اهو بعد مراب هبدأ بقى بصة على الشربات بتاعي اهو واعصر له النص لامونة بتاعتي عشان هو كده السكر ديب تماما وهبدأ كمان احط عليه كيس الفانيليا بتاعي كده باخر غلوة خلاص بصوا بقى ده شكل اللبن بعد ما جهز تمام كده هنبدأ بقى نشوف المقادير بتاعتي ونبدأ نشتغل اول حاجة انا معايا هنا 3 بيضات ومعايا باكو كيكشف ومعايا كوباية ونص دقيق سميد او دقيق بسبوسة وكوباية دقيق عادي ونص كوباية سكر وكوباية ونص لبن رايب زي ما وريته لكم عملته لكم في اول الفيديو او زباية دي او لبن رايب جاهز براحتي ونص كوباية سمنة وعندي هنا 3 معالق او 4 معالق جوزهن وعندي زي ما تحبوه طبعا عندي 3 بيضات وعندي باكو عصير بردقان عشان يديني ناكية البردقان فيها التحفة طبعا كيكشف وفانيليا دي حاجة لازم تتحطي في كل الكيكات معايا وتعالوا نشوفوا هننفزها ازاي اول حاجة حطيت البيض اللي هما 3 بيضات هنزل عليهم بيباكو الفانيليا بتاعي وبعد كده هحط لهم نص كوباية السكر ممكن احط كوباية من السكر وممكن احط برضو نص كوباية وازود الشربات بتاعي يبقى بدل كوبايتين ونص بدل كوبايتين كوبايتين ونص من السكر معا كوبايتين ونص من المياه زي ما تحبي انا كده عملتها طلع سكرة خفيف خالص زي ما انا حبا انا مش بحباها مسكرة قوي لكن لو حبا تزودي السكر دي حاجة اختيارية ليكي يعني دي كده هتطلع مش مسكرة هتطلع سكرة حلو اما الناس اللي بتحبوا الحلويات مسكرة ليها سكر طالع هيبدأوا يزودوا اما في السكر اللي في الوصفة نفسها في المكونات الكيك او في الصاص او الشربات اهم حاجة يكون السكر قد المياه عشان انا عايزاها تبقى طرية شوية معايا ومتشربة كويس تمام انا كده ضربت السكر اهو في البيض لحد ما بيض قوي كده زي ما انتو شايفين اهو وحطالوا طبعا الفانيليا بتاعتي طبعا اي كمية السكر هتطرب مع البيض هتطلعيني نتيجة الهيلة بتاعتي تمام كده بصوا كده السكر تقريبا ديب خالص في البيض هبدأ بقى انزل بالمكونات التانية بتاعتي نص كباية السمنة اهو وعليهم اللبن الرويب بتاعي هنزل بي دلوقتي حالا وانا بدرب كل ده شغالة فيه وانا مشغالة المضرب بتاعي اهو هبدأ بقى انزل باللبن اهو او باللبن اللي انا عملته رايب اهو وانا شغالة اهو في اهو درب بتاعها يعني انا ممكن ابطل المضرب وحط كل حاجة زي ما انا عملت كده اوفضل مشغالة المضرب وانزل الحاجة اه مرة واحدة يعني الحاجة السوية المرة واحدة وبعدين انزل بالنواشف بس انا كده عشان التصوير فطبعا كنت مضطرة اني اسيب المضرب واحط الحاجة عشان تبقى بس عجينة الكيك قرهيبة ليكم ما حبيتش احط الكاميرا بعيد عن المضرب هنزل بقى بالحاجات النشفة اللي هم كوباية ونصف دقيق سميد وكوباية دقيق اه ابيض وعليهم طبعا الكيكشاف بتاعي وطبعا عطير برطقان اهو بس كده هبدأ بقى اضربهم كويس جدا لحد ما يتم التجانس بتاعهم طبعا انا مش هضربهم كتير لان دقيق السميد انا مش احلى حاجة ان احنا نضربها كتير يعني ميزاي دقيق الابيض احنا حابين ان احنا نخلطه بس بالمكونات مش نفضل نضربه كده مدة طويلة تمام هو كده اختلطه تمام انا كده هبطل المضرب اهو هبدأ بقى اجيب عندي صنية حلوة كده متوسطة او كبيرة على حسب ما انا حابة ارتفاع هيكون معايا انا عملتها هنا فصنية متوسطة طلعت حلوة جدا بس هي نوع القالب بتاعي كان كبير شوية يعني لو القالب بتاعتك المتوسط فيها صغير مش صغير قوي يعني معقول يبقى ممكن تعملي لأكبر شوية لما لو هي اما لو هي النوع القالب المتوسط فيها كبير شوية زي دي كده يبقى هتطلع حلوة قوي هتطلع نفس المقاس بتاعي نزلت بقى بالخليط اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى تمام جدا بدأت اهزها طبعا في الوقت ده انا قبل ما ابدأ في الكيك فتح الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة وحتى الشبكة في النص تمام دي الكيك بتاعي بعد ما طلع شايفين شاكله عامل ازاي طحفة طبعا وجاهز اهو هبدأ بقى اس اي وهو سخن والشربات سخن بالشربات بتاعه عشان يتشرب حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين معي انا بحب ياخد لون كده يعني بيبقى طحفة بصراحة مش بحبه يبقى لونه ابيض معي وكده الكيك بتاعي جاهز هبدأ ازينه بجوز الهند اهو يا رب ان شاء الله الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم انا بحبها وبعملها على طول وان شاء الله انتوا كمان هتحبوها وتعملوها على طول لانها سهلة وجميلة جدا ولذيذة يعني جامعة بين اجمل حاجتين ممكن نعملهم اللي هم الكيك والبسبوسة وطعمها مش مسكر اوي للناس اللي مش بيحبوا السكر العالي وزي ما قلت لكم في مقدار السكر تقدري تعمليه زي ما انت عايزة ان شاء الله هتعجبكم بس يا ريت تجربوها وقلولي رأيكم في التعليقات ان شاء الله مقديري هتلاقوها في صندوق الوصف بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت اللي هتقوليلي فيها رأيكم ولو اول مرة تنوروني ياريت تعملو الاشتراك في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة نورتوني استنوني في الفيديو الجاي سلام عليكم